بسم الله الرحمن الرحيم الله يعطيكم العافية يا أخوان اليوم خرجنا من الجلسة بإغرار مجموعة من القوانين اللي كان ينتظرها الشعب تم إلقاء الحبس الاحتياطي في غضايا الرأي نحن في بلد حريات بلد متميز بالحريات ودائما سنسعى لمزيد من الحريات ولكن وفق الأطر القانونية كما تم تأجيل سداد الغروض لمدة ست شهور طبعا لمن يرقب وهذه جاءت لتخفيف الأعباء على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية اللي حاصلة في العالم وسنسعى في غادم الأيام لإغرار قانون أسقاط القروض وأخيرا تم إغرار قانون الضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبار أنها مورد مهم في البلد بالنهاية كان واجب علينا اليوم أن نحضر كمشرعين للأمة كممثلين للأمة علينا واجب تشريعي واجب رقابي واجب أخلاقي أكثر من ثلاثة شهور مجلس الأمة لم يحرك ساكن بسبب خلافات ونزاع المواطن يحتاج تشريعات جلسة اليوم كانت خير بداية ألا يتكلم لأفيا ومسكورين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر